عرفنا في الجزء اللي فات ان فيه فيروس انتشر في العالم معظم البشر تحاولوا لوحوش شريرة وبيهاجموا باقي البشرية لكن بطنة شان كان شابه مميز وقدر يسيطر على الوحش اللي جواه وقرر يستخدم كواته علشان يحمي البشرية من الوحوش الشريرة وبالرغم ان هو خاطر بحياته لكنه اكتشف ان البشر شايفينه وكمان وحش وبيستغلوه وبيخططه علشان يتخلصوا منه وقتها هو اتعصب وبدأ الوحش اللي جواه يخرج عن السيطرة ويجبروه يهاجم البشر وينتهم منه يا طرق بطنة هيقدر يرجع لطبيعته ولا هينفس كلام الوحش ده اللي هنعرفه في الجزء الاخير من المسلسل ويلا بينا نكمل الحكاية بتحاول بطلتنا انها تتكلم معاها وبتفكره بالذكريات اللي ما بينهم لكنها بتتفاجئ ان الوحش مسيطر عليه خالص وهو اللي بيرد عليها بيقرب منها وهو بيدحك وبيقول ان البشر لازم يدفعه التمن لكنها مش بيتيقس وبتدربه بالقلم بيعهو على الارض وبيفوق البطل وبيرجع لطبيعته وبيكون مستقرب ومش فاكر اي حاجة من اللي حصلت وبتفرح البطل انها قدرت تنقذه في نفس الوقت بنشوف العالم المجنون وهو في المختبر وبيكتشف ان الوحوش هي اللي بقت بتعمل اختباراته على البشر وبيقابل واحد من الوحوش المميزة بيفتكره لانه كان بيعمل عليه تجارب وهو بشري وبسببه تحاول لوحش اصلا وبيكون العالم خايف وفاكر انه هنتم منه لكن على العكس الوحش بيشكره وبيقوله ان بسببك بيت اقوى وبياخده علشان يوريه اللي هيحصل للزابط اللي كان جاي معاه علشان يدور على الجنود زميله وبيديه الوحش مسدس وبيطلب منه يختار واحد من الجنود وعلى فكرة ده بس اللي يعيش والباقي هيتحوله لوحوش وبيكون الزابط متردد ومش عارف يعمل ايه وبيحاول يكسب وقت علشان يفكر فترة ينقذهم لكن الوحش مش بيدله فرصة وبيخلص على واحد من الجنود قدامه وبيقوله كله لما بتتأخر كله لما واحد فيه ما يطير فبيضطر الزابط يسمع كلامه وبيضرب الحبل اللي الجندي مربوط فيه لكن بيجرى عليه وبيلحاقه قبل الوحش ما توصله وبيعرف انهم مستحيل يتخلى عنه وبيقعدوا انهم هيخرجوا كلهم عايشين لكن الوحوش بتحس بيهم وبتبدأ تهجم عليهم بيكرر الزابط والجندي يتعاونوا مع بعض وبيضلوا يتخنقوا معاهم وبينجحوا انهم يزموا عدد كبير منهم بس الجندي بيبقى تعبان بوع على الارض وبتستغيل الوحوش الفرصة وبيهجوموا عليه وللأسف بتصاب الزابط بيتفاجئ من اللي حصل وبيحس ان هو كمان خلاص نهايته الرابط لكن فجأة صاحبه من الثالث بيوصل بيبقى معاه سلاح مش عادي سلاح ناري بيستخدمه علشان يبعد الوحوش عنهم وبتساعده الطفلة اللي انقذها لان هي كمان مميزة بنرجع للبطل اللي بيكون عاوز ينزل للحفرة علشان يحاول ينقذ الاطفاقية من الوحش اللي جواها ويرجح لطبيعتها وبتكون صرق الانا عليه وعاوز تنزل معاه لكنه بيرفض علشان ما يعرضهاش للخطر وبيقرر ينزل لوحده بيقرب منها وبستخدم قوته وبيبدأ يتواصل معاه علشان يشوف ذكرياتها ويحاول يفوقها لكن بيعرف ان الوحش هو اللي مسيطر عليها وبيخلاها تشوف ذكريات مش حائية وبتكون فاكرة انها ازد بنتها بس هو بيفضل ينادى عليها وبيحاول يتكلم معاها وبيقول ان اللي هي شايفة ده مش حقيقي بس يا مش سمعاه في الوقت ده بتكون البطلة قعدة قدام الحفرة ومستنيها يرجع لها وبيروح لها الزابط اللي معجب بيها وبيقرر يفضل معه وكمان لكن فجأة بيظهر وحش في المكان وبيحاولوا يستخبوا منه لكنه بينزل الحفرة وبيخافوا على البطل وبيقرروا يلحقوه فبينزلوا هم كمان للحفرة بالحبل علشان ينكزوه وبيبدأوا يقتلوا الوحش بيرمع ليه كرة نارية علشان يتخلصوا منه لكنهم بيتفاجئوا انهم مش بيتأثر ويتخلص الاسلحة اللي معاهم وكمان الحبل اللي نزلوا بيه بيتقطع شكل دي النهاية ولا ايه بقرر الزابط يضحب نفسه علشان ينكز البطلة وبيربطها في الحبل بتاعه علشان تخرج من الحفرة وبيفضل هو علشان يعطل الوحش وبتنهر البطلة من اللي عمله وبتفضل تنادى عليه وهي بطاية لكنه بيبدأ يتخانق مع الوحش علشان يكسب وقت وبيحس بالتعب وبيعرف ان دي نهايته بيفضل هو ينادى على البطل علشان يفوق لكنه بيكون لسه في ذكريات الاطفائية وبينجح النواة يوصل لها بيحاول يقرح انها محبوسة وفوهم وكل اللي شافها ده مش حقيقي وبيطلب منها تفوق علشان ترجع لبيتها ترجع لبنتها كمان اللي مستنياها وبتنجح خطته وبيفوقهم هما الاتنين وبيجرى علشان يلحق الزابط وبينكزوا في الوقت المناسب وبيخلص على الوحش كمان وبياخدهم هما التلاتة وبيخرجوا من الحفرة وبتتفاجئ البطلة لما بتشوفهم بتفرح ان هما ليسا عايشين ومبسوطة خالص لما بتشوفهم تاني يوم بقى بتفوق الاطفائية وبتقف قدامي المراية وبتبدأ تفتكر ذكرياتها وبتعرف ان بنتها حولتها الوحش علشان تنكس حياتها فبتخاف انها تفقد السيطرة على نفسها وتأزي حد وبتمسك مراية وكانت عاوزها تفلسع لكن البطلة بتشوفها وبتقول لها ما ينفعش اللي بتعمليه وان البطل خاطر بنفسه علشانها وانها لو عملت كده يبقى البطل كل المجهود اللي عمله وهراح على الارض وبتخدها وبتروح عنده وبيكون نايم من التعب بتطلب منها تفضل عايشها علشان ترده له الجميل بعدها البنت اللي معجبة بالزابط بتلاقيه أكل في العربية وبتروح علشان تقسمه معاه بيسأله هو عن الراجل العجوز اللي كانت معاها وزا كان أبوها لكنها بتعرفه أنه أنقذ حياتها وهي صغيرة وبتفتكر فلاش باك لما أهلات حولوا الوحوش وحولوا يهجوموا عليها لكن العجوز شافها وأنقذها منهم وقدر كمان يخلص عليهم ومن ساعتها وهي فضلت معاه لكنها كانت متعصوى منه علشان عملت كده فعليتها وقتها وعدته إنه لو تحول لوحش هتخلص عليه نرجع للحاضر وبيلوم على العجوز إنها بتساعد البطل بالرغم إنه هو وحش ولها سيبين يا بنت علشان أخلص عليه لكنها بترفض بتقوله إحنا كنا فاهمين غلط وإن لوحش تقدر ترجع بشرة مرة تانية عادي أنا شفت البطل وهو بيعمل كده لكن العجوز مش بيصدقها وبيفتكرة مجنونة وبتضطر تحط الكلابشات في إيده وبتحبسه في الأوتوبيس بتروح هي للزابط وبتقوله إن العجوز يبان قاسي لكنه عارف إنه من جوا طيب وبيعمل كده علشان يحميني بعدها الإطفائية بتكرر تسيبهم وتمشي وبتحول البطلة توقفها لكنها بترفض تسمع كلامها وبتقولها إنها تروح تدور على بنتها بتعرف البطلة إنها مش هتقدر توقفها وبتضطر تدلها مسدس وبتطلق إنها تخلي بالها من نفسها بعدها بتروح تعد جنب البطل بتفضل تتكلم معاه وهو نايم بتطلق منه يقوم الوحش اللي جواه ويرجع لها تاني في الوقت ده بنشوف العالم المجنون وهو مع الوحش المميز وبعرف منه إنه يبقى جزء الإطفائي بيقوله إنها كانت حامل مني وأنا مصاب وكيد بنتها كمان وحش زي وبيكرر تدور عليها علشان يستغل قوتها لكنهم في الطريق بيلو خلية توحشه وبتفاجئوا إن فيه بشري مستخبي جواها وبياخدوه معهم كده في العربية بالمر وبيسألوا العالم هو أنت ليه كنت مستخبي فيها بيعرفوا بقى إن الوحوش مش بتهاجم الخلايا علشان كده هي أأمن مكان ليهم وفي الملجأ بتاع البشر اللي تحت الأرض بنشوف قائد الجيش وهو قابد على واحدة لإنها مخباها وحش في قودة سرية بيبدأ إيحاء معاها علشان يعرف هي ليه عملت كده لكنها بتعرفوا إن الوحش ده يبقى ابنها ومقدرتش تتخلى عنه وبتقولوا أنت مستحيل تحس بيها لكنه بيعرف أنها غلطانة لأنه كمان اضطر يعيد نفس الموقف ده تاني مع ابنه لما تحول قدامه بتحس الست بالزنبل إنها عرضت حياة باقي البشر للخطر وبتقرر ترتاح علشان خاطر إيه تسلع غلطتها لكن جندية بتلحقها في الوقت المناسب وبتمنعها وبتقولها إنها لازم تدفع التمن وتشوف بنفسها هي حولت ابنها لإيه وبالليل بتدخل الطفلة بنت الإطفائية للملجأ وبتلاقي الأهالي بيعاملوا أولادهم بحنية وخايفين عليهم وبتكون مفتقدة الإحساس ده لإنه ما كانت دائما بتعملها شوية حبتين يعني كده مش حلاوة وده علشان كانت خايفة من الوحش اللي جواها لكنها بتشوف طفل من سنها أصحابه وبيتنمروا عليه لإنه ضعيف وبيأخذوا منه الأكل والألعاب بتاعه بيبدأ الطفل يعيط وبيقوله منه هو هيتحول لوحش وينتق منهم لكنهم بالتريع عليه وبيتحكوا على الكلام بتقرب الطفلة منه وكانت عايزة تمسك إيديه لإنها بتقدر تحول أي بشر الوحش لو مسكت إيده لكن فجأة بتوصل جندية عنده وبتخفف عنه وبتطلب منه ويجي معاها عند الممرضة علشان تعالج إصابته وبتشوف الطفلة وهي منستخبية وبتاخدها معاها بالمرة وبتوديهم عند الممرضة علشان تاخد بلها منهم وهناك بتفضل تعتني بيهم وبتديهم هدوم جديدة علشان يتدفوا من البرد وبتكون حنينة معاهم كانهم والدتهم التانية التاني يوم بتفاجئ قائد الجيش أن العالم المجنون رجع وبيسأله عن الزابط والجنود بتوعوا اللي كانوا معاه لكن العالم مش بيرد وفجأة بيظهر الوحش المميز بيقصر الباب بيطلب أنه يتكلم مع القائد لكن الجنود بيخافوا من قوته وبيبدأوا يهجوموا عليه وبيضربوا كل الأسلحة اللي معاهم لكنه مش بيتأثر خالص بلوم يا جماعة وانا أفضل علم فيكم لازم أخلص على العدد كبير منكم يعني وبيمسيكم فعلا وبيحقق كلامه وبيعرف القائد أنه هم مش هيقدروا عليه لأنه يعتبر أكوى وحش وبتطر يحاول يتفهم معاه وبيسأله طبعيز إيه طيب بيقولوا الوحش أنه بيدور على بنته وبتطر القائد ياخده للمكان اللي في الأطفال على أمل أنه ينقذ باقي البشرية لكن الوحش مش بيعرفها وبتطلب من رجالته يجمع كل الأطفال وبتحس دينة الإطفائية بيحساس غريب لما بتشوفه وبعدها بيسيطر على الملجأ وبيبدأ يتكلم مع الناس في الميكروفونات وبيطمنهم من اللي هيظهر عليه أعراض التحول هيبقى في أمان وبيعرفوا من دي أول خطوة علشان يبقوا حوش مميزين زيه وأنهم بكده هيكونوا أقوى ومحدش هيقدر يأذيهم وبيسمع قائد الكيش الكلام وبيخاف لأنه مصاب وبيحاول يقاوم على قد ما يقدر علشان ما يتحولش لكن العالم المجنون بيشوفه وبيروح يتكلم معه وبيكون عارف أنه مصاب والأعراض ظهرت عليه وبيقولوا أنا اخترعت دواء في المختبر هيساعدك تبقى وحش مميز زي باقي البشر اللي عملته عليهم التجارب وبيعرض عليه يوافق يحوله علشان يبقى قوي زيهم لكن القاد بيرفض وبيصمم يفضل بشري لحد آخر لحظة في حياته بعدها بتروح البنت اللي معجبة بالزابط تطمن على العجوز اللي حبسه في الأوتوبيس وبتدله أكل علشان يفضل عايش لكن فجأة بيحس بالتعب وبطلب منها تسيبه لوحده ولما بتخرج بيبدأ هو يهلوس وينزف من مناخيره ودي الأعراض اللي ظهرت عليه وبيعرف أنه خلاص شكله يتحول لوحش وبيبدأ أنه يفك نفسه وبيهرب من الأوتوبيس بسرعة علشان ما يزهاش ولما البنت بترجع بتشوفه وهو بيجري في الشارع وبتعرف أنه قرى بيتحول وهيك زبائل وحش عندهم وبتجري عند البطل بتطلب منه المساعدة يروح يلحقه ويرجعه البشري قبل ما يهرب لكنه بيكون نايم ومش في وعيه وبيبدأ نصه للوحش مسيطر عليه هاجمها علشان يحميه مفكرة ناوية إزيوها لحاجة وبتمنح حسارة وبتبعد عنه لأنها بتعرض حتى للخطر وبتطلب منها تهرب مع الزابط وهي تحاول تصحيه وبتمسك عصايا وبتقرب بها كده يعني على أساس ممكن تفوقه بيها في الوقت ده بتحاول البنت تتكلم مع العجوز بتطلب منه يقاوم الوحش لجواه البطل اللحظات وهيفوق وهيجي وهيرجعك بشري لكنه كان بيتقلم بيطلب منها تنفذ وعدها لي وأن انت وعدتينها تتخلص علي مش قلت أول لما تحول هتعمل كده وبتفتكر البنت ذكرياتها معاه وبتعايت وما بتقدرش تنفذ وعدها وبتطر يركب العربية وبسوق بأقصى سرعة وبيقرر يعمل حدثة علشين يطيره للأسف العربية بتنفجر ولكنه بيفضل عايش وبتحاول لوحش وبيبدأ يهاجم كل اللي حواليه وبتطر الزابط يخلي البنت تبعد وبيروح يوقف قدامه علشين يعطله بيمسك كنبيلة وبيستعد علشين يستخدمها وبنشوف البطلة وهي بتسحف على الأرض لحد لما بتوصل للبطل وبتمسك ايده وبتنادى عليه علشين يفوق فعلا بيفتع عينيه لكن لونها بيكون غريب وبتعرف ان اللي فاء هو الوحش وبقى متحكم في جسمه وبيروح اتجاه الوحش اللي تحول وبيستخدم كوته بيهاجم عليه وبينجح انه يهزمه بكل سهولة لكنه ما بيكونش على طبيعته بيمسك الزابط وبيرفعه في الجو كمان شكله هيخلص عليه والحسن الحظ بتجي البطلة من وراه بتدله منوما علشين تهديه وبيغم عليه وفي الوقت ده بتنجح الاطفائية انها تدخل الملجأ من غير ما حد يشوفها وبتخطف العالم المجنون وبتفضل تضربه علشين تنتق منه على اللي عامله في جزء لانه خطفه وعمل عليه تجارب في المختبر لكن الصدمة لما بيعرف انه لسه عايش وبتتفاجئ من كلامه مش بتصده وبتفكره وبيحاول يضحك عليها لكنه بيقولها انا عارف انك كمان ولدتي وبنتك تحولت لوحش مميز وبيعرف انه جزء جاء علشين يدور عليها طبعا الكلام ده بيبقى تصدمة وبتحس انه بيقول الحقيقة بتقرر تتأكد بنفسها وبتستخبف المختبر علشين تسمع كلامهم وبيدخل جزء المختبر وبتكلم مع العالم وبيعرف انه هو عاوز يلاقي بنته لانه لوحيدة اللي تولدت وعا وبيطلب منه يلاقي طريقة علشين يخليه استحوز على جسمها ويتحكم في قوتها ويبقى اقوى وحش في العالم مراته بتسمعها وبتكون مصدومة انه هو عاوز يعمل كده او تقرر تلاقيها قبله علشين تنقذها منه ولما جزء بيخرج بتروح تسأل العالم على طريقة تتخلص بها من جزء لكنه بيقولها مش هتقدر لانه اقوى منك في الوقت ده بيروح جزء للمكان اللي في الاطفال وبيفضل يفحصهم واحد ورد تاني لحد لما بيوصل لبنته ولما بيمسك ايديا بيعرف انها وحش مميز بيبتسموا بيلاكوا انت بدور عليك بعدها البطل او الزابط بيربطوا البطل وهو نايم علشين اضمنوا انه هو مش هيخرج عن السيطرة تاني ما هو مش كل شوية هنحرب الوحش اللي جواك يعني انت بطل او بس على نفس الزابط الصراحة بيكون ضد اللي هم بيعملوه وبيقول انه هو خلاص الوحش وسيطر عليه وما بقاش نفسه الشخص اللي تعرفه وبتلم منها انها تسيبه وتغرب معاه لانها لو فضلت جنبه حياتها تبقى في خطر لكنها بترفض و بتصمم تفضل ومتأكدا ان البطل هيفوق بتقوله ده انقص حياتي اكتر من مرة ومن سحلها تخلى عنه لانه الامل الوحيد للبشرية ضد الوحوش في الوقت ده بتروح البنت اللي معجبة بالزابط عند العجوز وبتاعت زر له انها خلفت وعدها وما قدرتش انها تتخلص عليه بتعيت وبتشكره على كل اللي عمله على شأنها وبتعرفه انها بتعتبره فرد من عائلتها ومستحيل تنساها وقبل ما تمشي بتتخيله قدامها بيطلوا منها تخلى بالها من نفسها بتتأثر وبتعيده انها تامل كده وفجأة بيفوق البطل وبيفكه نفسه وبيكون هو الوحش اللي مسيطر عليه للأسف وبيقرب من البطل وبيهدد ان هو يخلص عليها لكنه ما بتخافش منه وبتقوله انا عارف انك ما تقدرش لان جواك شخص بيمنعك تامل كده وانك تأزيني وبتطلب منه يفضل معاه وبتعيده انها تخليه يفتكرها وبيعجب الوحش بجرائطها بيوافق وبتدلها فرصة تلات يام وبتكرر البطلة تاخده وبتروح للملجة علشان يتطمنه على الاطفاقية وبتستغل قوته وبتخليه شيل حاجاته لا او حاجاتها كمان يعني علشان قويه كده بعدها الوحش المميز بيعرف بنته ان هو يبقى ابوها لكنها مش مفاهمة قصده ايه بالزبط يعني ايه قبل ما اغزق لان كنت عايشة بعيدة عن البشر وبيعرف منها ان امها تحولت الوحش وبيمثل انها صعبان عليها غلبان والله بيحضونه علشان يخفف عنها وبيطامنا ان هو يحميها وبتكون امها وقفة بعيد وبتعرف ان هو بيحاول يضحك عليها علشان يستحوذ على جسمها وبتاع يستخدم قوتها وبتكرر انها لازم توقفه بعدها واحد من الوحوش بيقوله ان الزابط والجنود هربوا من المختبر وبيعرف ان بنته هي لساعدتهم بيتعصب منها لكنه بيديلها فرصة تانية بيطلب منها تصلح غلطتها وتخلص عليهم وقالها يندمها وبتضطر يتوافق لناها خايفة بنشوف احنا واحد من الاطفال اللي في الملجأ وهو قلانة على بنت الاطفاقية لكن الممرضة بتطمنه انها في امان مع ابوها لكنه ما بيكونش متطمن وحاسس انه بيخطط لحاجة خطيرة نروح بينا للست اللي كانت حطى بنها في قوضة بتقدر انها تهرب من السجن وبتشوفها الجندية وبتفتكرها عايزة تهرب من الملجأ كله وبتهددها انها تخلص عليها لانها عرادت حياته من الخطر بس الست بتعرف انها ندمانة وعايزة تسلع غلطتها وبتدلها خريطة فاق اماكن سرق للخروج من الملجأ وتطلب منها توصلها لقائد الجيش لانه محتاجها علشان يهربوا من الوحوش وبتكرر تنزل عند ابنها علشان ترتاح هي كمان وتريحه الجندية بتعرف وبتنهار من العيات وما بتقدرش تمنحها لانها مصممة على قرارها وبتضطر تسمع كلامها مدى البطلة بتكون بتتغدى مع الزابط لكنها بتلاحظ ان الوحش مش موجود وبتقلق وبتفتكر وهرب لكن فجأة بيزر وبيكون لابس بدلة ومتقمس دور البطل وبتنبهر البطلة بوسمته وبتعجب به لكن بيتعصب وبيقولها ينفع كده تاكلوا من غيري هو انا مش معكم في الفريق ولا ايه وبيروح يقعد معهم عادي الكل المستغرب شخصيته وبيعزموا عليه ياكل لكنه ما بيقدرش يتحكم في قوته وبيكسر علبة الاكل عادي فجأة بتحس البنت اللي معهم بتتعب وبتفضل تتلم وبتعرف البطل انها مريضة وبتضطر تروح الغابة علشان تدور على علاج وبيعود الوحش مع الزابط وبيفضل يتكلم معاه وبيسأله اذا كان معجب بالبطل الزابط بيتوتر وما بيعرفش يقوله ايه وبيعرف الوحش ان البطل هو كمان معجب بيه لكنه جبانه مش قادر يعترف لاب مشاعره بمننا والبطل واحد فانا هعترف عادي في الوقت ده بنت الاتفاقية بتكون ركبة العربية مع ابوها بتضطر تسمع كلامه وبتحطه ايديها على الارض وبتستخدم قوتها بتصح وحش عملاك كان نايم تحت الارض وبتكون البطلة في الغابة علشان تدور على علاج وبتسمع صوت الوحش بتعرف ان في حاجة خطيرة تحصل وفجأة بتظهر وحش كتير وبتبدأ تطريدها بتحاول انها تستخبى منهم لكن الوحش العملاك بيشوفها بيقرب منها علشان يقولها لكن البطل بيحس بيها وبيعرف انها في خطر وبيجري علشان يلحقها وبيكون مستغرب هو ليه خايف عليها وبينجح ناوي يوصل في الوقت المناسب وبيتخانق هو مع الوحش العملاك بس المفاجأة ان الوحش عنده قوة مش طبيعية وبتطره كمان يستخدم كل قوته وبينجح ناوي يهزمه وبيكسر عدم وشه وبيقوله علوبي النوم تطور لعبك قبل ما تطور سلاحك وبيشوف واحد من البشر اللي كانت في المختبر وتحول لوحش وبيفتكروا زيهم وبيروح يسلم عليه لكن البطل بتعصبه وبيقوله انت هتحذر معيه وبيدله دربة طيار دراعه وبيسأله على مكان الوحش المميز بيقوله ناوي في الملجأ وبيخطط كمان يستحوز على جسم تاني اقوى وبيكرر البطل يروح علشان يخلص عليه قبل ما يستحوز على الجسم في الوقت ده بيرجع الوحش المميز وبنته للملجأ وبتكون اماما استخبئة وبتبص عليها من بعيد وبتحس البنت بيها وبتكون عايزة تروح لها لكن باب يقوله ان هو هينفز اي طلب تطلبه منه مكافئة على اللي عملته بتفرح وبتروح عند الاطفال وبتاخد منهم الكورة والجوينتي علشان تلعب معهم زي اي اب وبنته لكن واه راجع بتستغل للمانا الوحدة وبتجرع عليها بتحضنها وبتقولها انها مفتقدها وبتتفاجئ بنتها لما بتشوفها وبتكون فاكرة بتكرها ومفاكرة ان والدتها جاية تلومها لانها السبب في انها حولتها الوحش وبتطلب منها تسماحها لكن الام بتعرف انها مستحيل تزعل منها لانها بنتها بتبدأ الام تعيط وبتعتزر لها انها ما كانتش اديتها الحنان العيزاء وانها كانت عزلها بعيد عن البشر وبتطلب منها تهرب معها وبتعدها انها تتغير ويبدأ وصفها جديدة من هنا ورايح هنعيش مع بعض في سلام وبتكون بنتها محتارة وبتقولها انها تفكر وبتتفق معها لما تاخد قرارها تيجي تقابلها في نفس المكان في الوقت ده بيحاول الجندي يهرب من الملجأ لكن واحد من اللحوش بيشوفه وبيأمر الطفلة انها تتخلص منه وبتضطر تسمع كلامه وبتستعد علشان تعمل كده لكن القاد بتاع الجيش بيوصل بيوقفها وبيقولها من فاشل اللي انت بتعمليه وبيسد الضربة بيديه وبيعرف انه ظهر عليه الاعراض وكمان هيتحول وهيبقى وحشة زيهم وبيتفجئ ان الجرح بتاعه بيخف بسرعة وبيعرف انه بيقول الحقيقة وبيتكرره ويسيبوه وبيروح عند العالم المجنون في المختبر بيطلب منه يحوله علشان يبقى وحش ومميز ان عزق ترحمي بقى الجنود مش هبقى ضدهم بعدها واحد من الجنود اللي كانوا في المختبر بيدخل كنيسة وينك بيقابل اخو البطلة وطلع عايش زي ما شفناه في اخر الموسم التاني وبتفجئ ان الوحوش بتسمع كلامه وبيخافوا منه وبسألوا ازا كان وحش زيهم وبيقدر يتحكم فيهم لكنه بيطمنوا وبيقولوا انا لسه بشري لكن لما دخلت الخلية اتولدت من جديد وبيقيت بشري خالد وبيعرفوا ان فيه كتير زيه وهدفهم انهم يحربوا الوحوش علشان يدفعوا عن باقي البشر وبيطلب منه ياخدوا للملجأ علشان يبدأ ينفس خطته ويحرر البشر اللي هناك من الوحوش في الوقت ده بيكون البطل في طريقه للملجأ لكن فجأة الوحش اللي بيعرفه الطريق بيفضل يضحك وبيقولوا ان نهايتك الرابط لان القائد بتاعنا قوي وهيندمك بطل بالترق كده على الكلام وبيعرفوا ان هو يخلص عليهم كلهم كل ده وبطلنا اصلا مش منديله اهتمام الوحش بيستغل ان هو فقط تركيزه بيطلع مادة من بقه وبيلزقه في الطريق وبيسيبه وبيهرب والبطل بيتعصبه وبيقرر ينادمه نروح بينا لبنت الاطفاقية بترجع للملجأ وبتكون محتارة ومش عارفة تفضل مع ابوها ولا تمشي مع والدتها وبيشوفها الطفل اللي اديها الكورة وبيروح يتكلم معه وبينصحها تروح مع امها لانها هي اللي بتحبها وخيف عليها وبيكون الان عليها لانها بتفكره بخته اللي تحولت وبيدي لها هدية وبيطلب منها تخلي بالها من نفسها بتفرح البنت بيها وبتشكره وبتقتنع بكلامه وبتكرر تروح مع والدتها وبتفرح لما بتشوفها بتخده علشان يمشو وهناك البنت بتقولها هو انا اسم ايه طول الفترة اللي فاتت انا ما كنتش عارف ان في حاجة اسمها اسم وبتحدنها لام وبتكرر تقولها لكن فجأة بيظهر الوحش المميز وبيحاول يخدحها كده وبيلاها ان هو جوزها ولسه فاكر ذكرياتهم مع بعض بيقرب منها وبيحضنها لكن الاطفائية بتكون عارف ان هو بيجدب علشان يستحوز على جسم بنته بتهجم عليه وبتضربه في عينيه وبتطلب من بنتها تهرب وبتعصب الوحش وبيظهر شكل الحقيقي بيعرف ان هو يخلص عليها وبيضربها وبيقاح على الارض وبيجري ورا بنته علشان يمسكها لكن الاطفائية مش بتستسلم وبتروح وراه وبتهجم عليه من ظهره بتحاول تعطله علشان بنتها تهرب لكنه بيكون عنده قوة مش طبيعية بيقصر عدمه الشه وبينجح ناوي يقبض على بنته كمان بيفضل يضحك وبيولان هو اخيرا هيوصل للهوى عاوزه ويبقى عنده جسم مثالي بتعاية الاطفائية وبتمسكه من رجليه وبتترجاه ما يعملش كده بترد عليه ياخد جسمها بداله لكنه بيرفد بيولانت ضعيفة وخلاص مهمتك انتهت بيقرب من البنت علشان ياخد جسمها لكن الاطفائية بتضحي بنفسها وتاخد الضربة مكانها بتعايت وبتعتزر لانها عرضتها للخطر وبتعرف انها من هنا ورايح اسمها جين وللأسف بتموت في حضنها وبتنهار البنت وبتفضل تعايت لكن الوحش بيبعدها عنها وبيشداء من رجلها بالكوة بيخدها للمختبر علشان يستحوز على جسمها في الوقت ده بينجح البطل انه يمسك الوحش اللي هارب منه بيقول له غلط وانا كنت مستنيك بيفضل يضرب فيها علشان يندمه في نفس الوقت البطلة والزابط بيكونوا في طريقهم للملجأ وبيتتابعوا اثار اجدامه علشان يعرفوا مكانه وفجأة بتعد من قدامه معربية وبتتفاجئ البطلة ان اخوها راكب فيها طبعا هي مش مصدقة ان هو لسه عايش اصلا اول مرة تشوفه لكن اخوها بتجاهلها كأنه مش عارفها وبيروح عند البطل وبيفرح لما بيشوفه بيطلو بيتكلم معاه وبيفتكر البطل ان هو استغله قبل كده علشان يهرب من المبنى وبتعصب وبيهجم عليه علشان ينتقل منه لكنه بتفاجئ ان هو سريع وبينجح ان هو يتفادق كل ضرباته بسهول وبتطر يخفي جناحاته وبتخانق معاه بأدي وبيفضلوا الاتنين يضربوا مع بعض وبتوصل البطلة وبتشوف اللي بيحصل وبتكون خايفة على اخوها بس متفاجئ ان هو بقى اقوى من الاول لكن الوحش اللي البطل كان مسكه بيستغل الفرصة وبيحبسهم هما في الاوتوبيس وبيقول لهم سلام انتوا عب البطلة بتقلق وبتحاول انها تنقذهم لكن الجندي بيوقفها وبيلامن فعش اللي انت بتعمليه فوقي اخوكي ما بقاش بشري وبيكبرها تركب مع العربية علشان يهربوا من المكان ده وبتر البطل يتعاون مع اخو البطلة وبيستخدم جناحه بيكسر سقف الاوتوبيس وبيخرج منه وبيفضل هو محبوس جوه ونفس الوقت البطلة بتهرب من العربية وبترجع لاخوها وبتفرح لما بتشوفه كويس وبتنادى عليه لكنه بيتجهلها تاني وبيعملها ببرود وبيفضل قاعد علشان يشوف البطل هيقدر يخرج ولا لا وبيسأله عن مكان الملجأ وبتزعل ان هو مش فرق معاها اصلا انها كويسة ولا لا وقتها بتفتكر كلام الجندي لما قالها ان اخوكي ما بقاش بشري بتعيط وبتعرف ان هو كان بيقولي الحقيقة في نفس الوقت الوحش المميز بيروح عند العالم المجنون وبتلب منه لها طريقة ينقل بيها الاكسام لكن العالم بيعرف ان هو ما عندهش الامكانيات في المختبر وبيقوله ان الحل الوحيد انك تخطر بحياتك ساعتها يا هتقدر تستحوز عليها يا اما هتموت وفي الوقت ده بيرجع الوحش اللي البطل كان مسكه وبيحكي له اللي حصل وبيعرفه ان البطل بيدور عليه طبعا الوحش المميز بيتفاجئ من كلامه وبيعرفه ان يدفر صوته الوحيدة علشان يتقاتل معاه وبعدها يستحوز على جسم بنته بنشوف احنا البنت وهي محبوسة في الزنزانة وبيروح الطفل صاحبها يطمن عليها وبيحاول يهربها لكنها بتكون حاسة بالإحباط بعد والدتها مطارد بتقوله على فكرة انا اخيرا قرفت اسمي وبتعرفه ان اسمها جين لكنه بيطلب منها ما تستسلمش وتهرب معاه وبتقوله جين كده انها موافقة بشرط ان هو يتحول لوحش زيها وكمان وبتقرب منه وبتمسك دي وبتستخدم قوتها وبتحول الوحش علشان يقدر يدفع عن نفسه وبيبدأوا هما الاتنين يهربوا مع بعضه وبيعرف البحش المميز انها هربت وبتعصب وبيعاقب الوحوش اللي كانوا حراس عليها بيطلب منهم يدوروا عليها ويرجعوها وإلا هيندمهم بترابوا منه وبتطروا يسمعوا كلامه وبيجمعوا كل البشر اللي في المكان وبيهددوهم كده لو عارفوا ان حد فيهم هو اللي سعيدة يهرب ان شاء الله هنخلص عليه ومش هو بس هو وعيلته كمان ده عرض الصيف وفي الوقت ده البطلة بتقول لأخوه ان هو مش فارق معاها انت ليه بتعملني كده انت سواء كنت بشري او اي حاجة تانية انا المهم ان انت تفضل جنبي انا مستدقى تشوفتك تاني لكنه بيحس بالاحباط ومش فارق مع الكلام خالص وبيفتكر ان البطل ضعيف ومش يقدر يخرج وبيستعد علشان يمشي لكن فجأة بيكسر البطل الاوتوبيس بجناحه بيخرج منه وبتضح ان البطل اندمج مع الوحش اللي جواه وبقى هو شخص واحد ولما بيفوق بنعرف ان هو اللي بقى متحكم فيه وبيقرب من اخه البطلة وبيدله جزء من جناحه وبيقوله المرديات انا اللي هستغلك علشان تسعدني اوصل للي انا عاوز ومش العكس وبعتذر للبطل انه اتاخر عليها وبيشكر انها ما فقدتش الامل فيه بتتفاجئ من كلامه وبتعرف ان البطل هو اللي بتكلم مش الوحش وتفرح انها رجع لطبيعته وبيكرروا هم التلاتة يروح للملجأ علشان ينقذ البشر من الوحوش المميزة اللي بتهددهم بتحاول البطلة طول الطريقة تتكلم مع اخوها وبتفكر بذكرياتهم مع بعض علشان ترجع له مشاعره البشرية لكنه بيفضل يعملها ببرود وبيحاول البطل يخفف عنها لكنه بتقوله انا كده كده فرحانة ان عز شخصين عندي رجع تاني بعدها قائد الجيش ورجالته بيبدأ ينفزوا خطتهم علشان ياخدوا البشر ويهربوا من الملجأ وبيفضل يوزعوا ورق على البشر وبيعرفوه معاد خروجه من المكان وبيطمنوه من هما يحموه في نفس الوقت ده بيكون العالم المجنون بيعمل تجربة على واحد من الوحوش المميزة وبينجح نوع يخرج منه دواء بيحاول البشر الوحوش المميزة وبيطلب قائد الجيش منه انه يدهوله لكن العالم بيتحك عليه وبتكرر ياخده النفسه وبتفاجأ القائد وبيحاول يمنعه لكنه بيفشأ وبتطر يروح للوحش المميز وبيعرفوه اللي حصل بيتعصد طبعا الوحش من كلامه وبيكرر يندم العالم بعدها القائد بيعرف ان الزابط اللي كان بيحاول ينكز الجنود من المختبر رجع وبيروح يقبله لكنه بيعتذر له انه مقدرش ينكز حد منهم وبيعرفو انه كلهم للأسف ماتوا وهو الوحيد اللي فضل عايش لكن القائد بيخافف عنه بيقوله انه لازم ينتقموا من الوحوش اللي عملت كده لازم نرجع حقهم وبيعرفو انه ظهر عليه الأعراض وهيتحول لوحش قريب وبيطلب منه يتخلص عليه لو بقى وحش شرير الزابط بتفاجئ لكنه بيقوله انا واثق انك هتقدر تتحكم في الوحش وتساعدنا وبطلب منه مايفكدش الأمل في الوقت ده بتبدأ البطل تشوفها لاوس وبتخاف لا تتحول لوحش وتبقى زي أخوها وبتطلب من البطل يكمله من غيرها لكنه بيلاحظ انها مش على طبيعتها وبيعرض عليها يشيلها لحد المالجأ لكنها بترفض علشان ما تكونش عبق عليه وبتطلب منه لو تحولت لوحش زي أخوها مايتخلاش عنها يفضل يتكلم معا الحد لما تفتكر الزكريات ومشاعر البشر بتأثر بكلامها وبيضطر يوافق وفي الطريق بيحاول يقنع أخوها يرجع لطبيعته لان أخته محتاجا لكنه بيرفض وبيعرفوا انه حصل لهم تتحول لوحش لانه ساعتها تقدر تدفع عن نفسها ومش هتحتاج لحد يحميها في الوقت ده بتكرر بنت الإطفائية ترجع للمالجأ وبتكون جمعة جيش من البشر اللي حاولته من لوحوش وبتشوفها الممرضة وبتسألها عن الطفل اللي كان معاها لكنها ما بتردش عليها وبتقولها تنساه وبيكون معاها وحش صغير لونه أخضر وبتتفاجئ الممرضة لما بتشوفه وبتحس بيه وبتعرف انه هو الطفل وبيكون فاكر انها هتخاف منه لكنها بتعيط وبتحاول تحضنه وبتقوله انه مش فارق معا شكله وفجأة بيظهر الوحش المميز وبيكون عز يقبض على بنته شكله نوي يستحوز على جسمها دلوقتي ولا ايه الطفل الزغير بيحاول يوقفه لكن الممرضة بالرغم انه هو تحاول لوحش لكنها بتكون لسه بتخاف عليه بتعامله كأنه ابنها بالزبط وبتقف قدامه علشان تحميه بتطلب من الوحش المميز يسيبهم وبتحاول تفكر بذكريات البلطج اللي هو مستحوز على جسمه بتعرف انه انقذها لما كانوا محبوسين في المبنى خاطر بنفسه علشان يرجع عليها بنتها اللي ماتت بس الوحش بيدحك وبيقول لبنته انه ده عقاب اللي يحاول يوقف قدامي وبيروح وبيهجم على الممرضة وبيخلص عليها بدربة واحدة بتتفاجئ بنته من اللي حصل وتتعصب وتفضل تصرخ بتقمر الجيش اللي حولته لوحوش ان هما يجوموا عليه في الوقت ده بنشوف الوحش اللي البطل كان مسكه وهو فرحانه علشان يتعالج ودراعه رجع زي الاول لكن مساعد الوحش المميز بيقوله انت فشلت في المهمة ولازم تتعاقب وبيددوله فرصة يعمل كده لوحده وإلا هيخلص عليه بنفسه في نفس الوقت ده بيستغل قائد الجيش الفرصة وبيستخدم الخريطة وبيبدأ يهرب البشر من الملجأ بعدها العالم المجنون بيفوق وبيلال وحش المميز قدامه وبيعرف انه هزم كل الوحوش وخطف بنته وبيكون فاكرا انه عاوز يساعده علشان يستحوز على جسم البنت اللي كان الوحش بيقرر ينتقم منه علشان حاول يخدعه وبيستخدم قوته وبيطلع من جسمه الدواء اللي بيحاول البشر لوحوش وبكسره علشان يضمن انه مش هيتحاول وبتفاجئ العالم وبيوع على الارض وبيعرف انه خلاص بيودع وما فيش امل قدامه بيفضل يسحف ناحية البنت وبيترجع تمسك ايده علشان تحول الوحش وتنقذ حياته لكنها بترفض تساعده لانه السبب في تحويل ابوها الوحش حتى الوحش بيكرر يخلص عليه بطريقة مؤلمة علشان يدفع تمن كل اللي عمله وبعدها فعلا بيخلص على المساعد بتاعه لانه ما بقاش محتاجه وبيفوق بقى علشان ينفس خطته وبتخلص من جسمه القديم وبيحقق هدفه وبينجح نوع يستحوز على جسم الجديد بتاع البنت بالليل بيوصل البطل واخه البطلة للملجأ لكنهم لما بيدخلوا بيتفاجئوا ان البشر مش موجودين وبيعرفوا انهم هيربوا من الانفاق اللي تحت الارض وبيقرروا يتفرقوا علشان يدوروا على الوحش المميز وانهم لازم يخلصوا عليه وبيفضل البطل يلف في المكان لحد لما بيلاقي بنت الاطفاقية وما بيكونش عارف ان الوحش المميز سيطر عليها بيفرح لما بيشوفها وبيسألها عن مكان والدتها لكنها بتتحك وبيقول له انا هاخدك عندها ما تخافش تعال انت بس ورايا في الوقت ده بيوصل قائد الجيش لنهاية النفاق وبيقول له الجند ان المخرج موجود زي ما مرسون في الخريطة بيفرح وبيطلب منه ياخد البشر ويخرج لكن فجأة بيبدأ ينزف من مناخيره وبيعرف ان هو خلاص قرى بيتحول البشر بيخافوا منه وبيحاولوا يهربوا لكن شكله بيتغير وبيتكنم بصوت غريب بيقول لهم ان هو مش هيسمح لحد يهرب بيحاول يهجوم عليهم لكن واحد من الجنود بيمنعه وبيطلب منهم يهربوا بسرعة وبيضطر يوقفوا بطريقته بيدول حتة سنتلوبة دروبة بالطياره في الوقت ده بيفضل اخو البطلة يلف في المالجأ وفجأة بيظهر قدامه وحش وبيحاولوا يهجوموا عليه لكنه بيستخدم قوته وسرعته بينجح نهو يهزمهم بسهولة وبيظهر الطفل الزغير وبيطلب منه يروح وراها في الوقت ده البطل بيبدأ يشك في الطفلة برضه وبيسأله عن والدتها لكنها بتضحك وبتقوله انها خلصت عليها بتفاجئ وبيعرف ان دي خلاص ما عددش البنت وان الوحش المميز سيطر عليها بيحاول يتكلم معاها بيطلب منها نهو ما تستسلمش وبيوعد ان هو هينقذها وبتخدم قوته وبتواصل معه وبيدخل جوه احلامها بيشوفها وهي محبوسة وبيحاول يحررها وبيظهر الوحش من وراها بيبدأ يهجم عليه وبيقوله ان ما فيش فايدة من اللي بتعمله وخلاص احنا الاتنين بقينا واحد لكن فجأة بيحس بالقلم وبيفضل ينزف من كتفه وبيفوق البطل وبيتفاجئ ان اخو البطلة هجم على الوحش وضربوا بالجناح بتاعه وبيجري عليها علشان يمنعوا بيقوله اديني فرصة وانا يحاول انقذها انا هقدر اطلع الوحش منها وساعتها هنخلص عليه لكن الطفلة بتضحك وبتعالج كتفاة وبتقوله ان هو مش هيقدر وبتعرفه خلاص انها مابقتش الوحدة معاها جيش وبتستخدم قوتها وبتستدعي الوحوش كلها اللي كانوا عبارة عن بشر حولتهم لزومبي وبتأمرهم يهجوموا عليهم وبيبدأ ابطلنا يتخانقوا معاهم وبيستخدموا قوتهم كل لما يضربوا حد ولا تاني بيتفاجئوا ان هم بيصحوا تاني وبيعرف اخو البطل ان الحال الوحيد ان هو لازم يتخلص من البنت علشان يهزم الوحش المميز لجواه وبيحاول يعمل كده لكن البطل بيجري عليه وبيمنعه بيطلب منه وما يعملش كده لحد لما يحاول يخرجوا بنفسه من غير ما يأذي الطفلة لكنه ما بيقتناش بكلامه وبيستغل ان الوحوش هجمت عليه وبيرمي السلاح اللي معاه ناحية البنت وبيتحكي الوحش لجوال انه فاكر انها يصد الضربة لكن البنت بيكون عندها اقراضة وبتنجح انها ترجع سيطرتها على جسمها وبتخرجوا منها لكن للأسف بتاخدها الضربة وبتتصاب بتفاجئ البطل وبيجري عليها وبيحضنها قبل ما توع على الارض بيتذر لها انها تأخر لكنها بتقوله انها مزعلنة منه وبيقرب الطفل اللي هي حوالته الوحش منها وبيحضنها كمان وبتعيط وبتتذر له انها عملت كده فيه وبتطلب من البطل انها يأذم ابوها ما تخلهوش يأذي حد تاني وبيعيط وبيوعد انها يعمل كده وبيفضل ماسك ايديها علشان يخفف عنها القلم لحد لما بتروح من بين ايديه وبينهار البطل من اللي حصل وبيسيبها وبيروح يدور على ابوها وهو متعصب والغضب ما لعنيه بالوقت ده بيكتشف الجندي ان قائد الجيش لسه عايش لكنه تحول لوحش على هيئة بوابة وبيبقى عمل كده علشان يساعد البشر ان هم يخرجوا من المكان وبيكونوا خايفين لكنهم بيخرجوا من غير ما يحصل لهم حاجة وبيحاول الوحش القديم اللي البطل كان ماسكوا ان هو يروح وراهم لكن القائد بيكشفه وبيمنع ان هو يعدي وبيكتشف الجندي ان هو وحش شرير ومتنكر علشان يهرب من المكان وبيبدا يتخنقوا معاه وبينجح ان هو يمسكوا الحد لما بقى البشر يخرجه وبيعدوا بامان من البوابة وبعدها بيستخدم هبا سنتالوبا وبيحطها في بقه وبيجري وبيخرج هو كمان من البوابة في اخر لحظة وكده بينجح ان هو يتخلص من الوحش ده نروح بنا للوحش المميز اللي بيفضل يستحوز على اجسام البشر لكن البطل بيستخدم قوته وبيفضل يطرده وفي كل مرة بينجح ان هو يتخلص منه لكن الوحش بيخرج وبيستحوز على جسم حد تاني اخليه استحوز على جسمي وساعتها استغل الفرصة وخلص علينا احنا الاتنين علشان نهزمه لكن الوحش بيحاول يخدعه وبيظهر قدامه بشكل البلطاج اللي كان بيساعدهم في المبنى وبيتفاجئ البطل لما بيشوفه بيبدأ يفتكر ذكرياتهم مع بعض والمرات اللي انقص حياته في ها في المبنى بيعيط ومش قادر ان هو يقزيه لكن اخو البطلة بيقوله ان هو بيتحك عليك علشان يستحوز على جسمك البطل بيفوق وبيقتنع بالكلام وبيكرر يسيبه محبوس في جسم البلطاجي علشان يتخلصوا منه للأبد في الوقت ده بترجع البطلة للبيت القديم بتاعها هي واخوها وبتبص في المراية وبتبدأ تنزف من مناخرها وبتعرف ان خلاص ما بقاش قدامها وقت وتتحول لوحش وبتحبس نفسها علشان خايفها تقزي حد لكنها بتتخيل اخوها جنبها مسك ايديها علشان يطمنها بتنهار من الايات بتقول انها مفتقداء هو كمان بيحضنها علشان يخفف عنها وبيعرفها انها فخور بيها ووثق انها تفضل طيبة وتساعد البشر تاني يوم بيروح البطل يدور عليها وبيقول لأخوها على مكانها وبيطلب منه يروح لها لانه خلاص ممته انتهت ولما بيمشي بيشوف صورته مع اخته بيبص على نفسه وهو بيدحك بيحاول يفتكر مشاعر البشر وبينجح انه يدحك زي زمان بعدها بنشوف البشر بعد اما هربوا من الملجأ وراحوا مكان مفهوش وحوش علشان يعيشوا في امان وبيبدأ كل البشر اللي لسه عايشين يتجمعوا في مكان واحد فبيبدأوا يتعاونوا مع بعض وهيبدأوا حياة جديدة من الصفر وبيكرر البطل ياخدهم للمبنى القديم بتاعه وبيطمنهم ان هما هيبقوا في امان في الطريق بيقابلوا مجموعة من البشر اتولدوا من جديد زي ما حصل مع اخو البطلة وبيكرروا ياخدوهم معهم كمان وعيشوا كلهم مع بعض وبيفضلوا ماشيين لحد لما بيوصلوا للمبنى وهناك بيلاقي البطلة ووقف على السطح وبترقص بليه زي زمان اول مشهد في المسلسل وبيعرف ان هي كمان اتولدت من جديد وبيفرح ان هما رجعوا تاني لحياتهم الطبيعية وبيقرروا يعيشوا في امان بعد ما الفيروس انتهى وما بقاش في وحوش وخلاص اللي تحول تحول واللي فضل فضل زي ما عايش وبكده بينتهي المسلسل اتمنى يكون الجزء الاخير عجبك وبكده قدر اقولك السلسلة فنش ما تنساش انت اللايك الجميل بتاعك والاشتراك وتكون انت اهم حاجة مستمتة واي وي سلسلسلسلسلة